السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم انا اتعملين ايه? رجعت لكم تاني فيديو جديد. وفيديو النهاردة عايز اكلمكم عن مركة اسمها لوماني. المركة دي بتنزل عطور زي امبر وزي شركة لطافة. هي بتبقى عطور محاكاة لعطور غالية. بس لوماني اغلى كمان منهم لان لوماني مصنعة في فرنسا. يعني هي اصلا مكتوب حتى على العطور ان هي يعني العطور آآ فرنسية. العطر ده شدني اسمه ايه? بيز بريت مليونير آآ وومان. ده المفروض انه هو آآ في منه نسخة زكورية آآ للرجال. هو من اسمه كده ومن شكله الدهبي الفخم ده. باين جدا انه هو تقليد لليدي مليون من باكورابان آآ باكورابان آآ كان متميزة قوي ان هي العطر بتاع لدي مليون ان هو قوي في باتشوية قيل آآ برفيوم كده يعني بتاع حد كبير في السن. انا كنت شميته وكان عاجبني جدا. بس كنت حسنة ما يستحقش كل السعر ده يعني فهمين? وقت ما اشتريت العطر ده كنت عارفة ان هو بديل لي وما كنتش لقيا له اي ريفيوز على اليوتيوب خالص ولا حتى آآ ريفيوز مكتوبة على اي موقع. فآآ كان شديدني او ان انا اشوف التشابه بنفسي. فالمهم آآ جبته وآآ يعني اتضيقت ان انا جبته. لان انا جبته بعد ما كنت جبت آآ بوس آآ آآ بوسز قصدي من آآ آآ وكنت جبت برضو آآ ديفاين برضو من آآ والاتنين كانوا بيدوني فيب قريب من آآ لدي مليون لكن مش بتيبكال او مش بالزبط. آآ العطر ده عشان انا كنت شمى لدي مليون قابليها بشوية فعارفين اللي هو فيه مسافة. فلما جيت شميت ده ده ليدي مليون اكتر. ده شبيه بنفس الحدية والقوة والتقل بتاع ليدي مليون. تعالوا نرشوا ونشوف آآ الريحة راحة فين. العطر ده يا بنات آآ عايز اقول لكم بس ان هو عطر تقيل. يعني رحته عايزة واحدة كبيرة في السن مش عايزة آآ سغنونين يعني. العطر ده حلو فيه حمديات وفيه فواكه وفيه عسل وفيه عنبر وفيه زهور وفي آآ في الآخر خالص هتحسي بريحة فانيليا كده وشوية بودرية. حقيقة انا بشمت بودرية في البداية بس يعني مش عايزة حرق لكم العطر تعالوا نتكلم عن مكونات والاول وبعدين اقول لكم انا بحس ايه لما بشمه. العطر اول ما بتروشيه بتشمي ريحة حاجة اسمها جير. وآآ الجير دوت اتقل شوية من البرتقال او من اللمون كمان ومعه برتقال وتفاح وزهور البرتقال يعني اللي افتتاحيه استرسيه جدا. بعدين مسك ورود وبيبتدي يظهر معاكي اليسمين وتوتو العليق وتوتو العليق هنا بيدي له سكرية وردية كده. وبعدين الفانيليا والعسل والعنبر والباتشولي اللي مسيطر جدا وواضح جدا في العطر. هو آآ متديره القوة. آآ لو قردناه كده بليدي مليون هنحس ان اللي هي المكونات او الوصف الرئيسي بتاعهم شبيه جدا. المكونات برضو قريبة جدا الفتاحية آآ افتتاحية استرسيه بعدين زهرية بعدين في الاخر القاعدة عنبر وباتشولي وعسل. طب تعالوا بقى اكلمكوا عن احساسي انا به لما بشمه. بصوا مبدئيا الجير بيبقى مدي احساس كده لامون بس لامون آآ عارفين اللي هو اللامون الممرر او اللي هو ريحته حدا جدا وبتبقى واضحة كنت شمتي الجير دوت في بتاع بيربري آآ بريت آآ وكان مزعج جدا بالنسبة لي. هو طبعا مش بنفس القوة اللي موجودة هناك لان الجير هناك مع اللوز مدي آآ حتة تانية يعني مدي احاق تانية وقوة تانية و و و حدية تانية. هنا الحدية حدية صناعية الاحساس ان انت بتشمي ريحة شامبو. يعني ريحته صابونية قوية جدا ومش ريحة مش ريحة صابونية مقبولة يعني لكل الناس. يعني في العادي اي حد هيشمه في البداية هيحس بكوة جديدة هيحس ببلاستيكية وصناعية آآ حده هيحس ان كل المكونات عبارة عن تركيبة كيميائية بينا معي كيف الاول. بعدين لما بيبتدي يهدى فعلا بيبتدي يزهر بقى الفانيليا وتوتو العليا والورود اللي فيه بيبتدي آآ يتشمي آآ آآ ريحة النعومة بس كل ده انا ببقى حسب فعلا كاني آآ حطة شامبو يعني عارفين لما تبقي شامة ريحة شامبو ريحة قوية عافين لما آآ تخشي ورا حد مثلا مستخدم سانسالك او اللي هي البانتين اللي هي الشامبوهات اللي راحتها مليانة سلفات ومليانة ببرفيم اللي هي اول ما بتخشي اخي تشاور بتحس ان الحمام كله واخد الريحة دي فهو آآ في الاول بيديكي ايحاء قوي جدا الباتشولي هنا حد جدا آآ صناعي جدا آآ غير آآ ليدي مليونت شوية بتحس ان هي مكوناتها على قد ما هي حد بس مش صناعية بلاستيكية بالشكل ده فبصراحة كان آآ يعني اداءه بالنسبالي غريب وتقيل ومش زوقي خاصة ان انا ابتريت مؤخرا ان انا اقره الحاجات اللي فيها بتشولي رغم ان كنت بحبه جدا آآ بس بتريت احس بسقل في الاداء بتاع الباتشولي في العطور فلا آآ يعني بتراجع كده حتى كنت بحب بوسز جدا مرة واحدة اللي بقتش قادرة قبلها آآ ديفاين ايدل برضو كنت يعني شوية بس ديفاين ايدل بقى تختلف عنهم ان هي مسكرة جدا بالنسبالهم آآ يعني انا بحس هو وآآ وبوسز وديفاين ايدل التلاتة فيهم فايب كبير كبير من لدي مليون واللي بيحب لدي مليون هيحبهم بس كل واحد فيهم بيختلف اختلاف عندك مسلا آآ لدي مليون تحس كده ان هي عارفين بتاعت واحدة كبيرة في السن كده يعني واحدة كده فعلا زي ما هي مرسوم كده على العلبة بتاعت آآ آآ ان هي فيها آآ آآ قيامة كده واحدة لابسة فورير واحدة غنية معاها فلوس عايز عارفين الاغنية بتاعت مليونير مليونير هي كده تحس ان انتي بتسمعي الاغنية دي وانتي بتشو ميه او بتشو فيه هو فعلا تحس ان هو ريحة قوية جدا آآ بس مش لدرجة ان هي تعجب كل الازواء يعني هي من دايما على الفكرة العطور اللي بتبقى متميزة للطبقة ريتش للطبقة الملوك الحاجات دي بتبقى على الفكرة ريحة غريبة وقوية بشكل مبالغ فيه البرفين ده انا شايفا شامبو قوي يعني شايفا صابوني جدا شايفا عطر آآ عايز حد بيحب الريحة الفواحة قوي ريحة فواحة جدا آآ سباتها كويس آآ بس فواحانها قوي فواحانها صناعي فعلا فمش اي حد هيبقى قادر ان هو يميز الحاجات اللي هو هيحس ان فيها كحول وفيها آآ شامبو يعني فيها ريحة شامبو وفيها ريحة فواحة قوي فالعطر آآ بالنسبة مسلا لديفاين ايدل انا بحس ان ديفاين ايدل مسكرة اكتر آآ لما بتروحي آآ عشان طبعا فيها توت لما بتروحي بقى لتقارني مسلا ببوسز لأ بوسز تحسي فيها الانانية ستحسي فيها الفواكه باينة اكتر هنا لأ في حاجة كده صناعية قوي في حاجة حد في حاجة بتديكي اي حاق كده ان مناخيرك بتوجعك عارفين آآ دي مشكلتي دايما مع الشركات العربية او الامراطية عن متى رغم ان هي بتبقى اول ترشيح لي لأي حد عايز عطر اداءه قوي ومميز بقول له دايما نروح للعطور الامراطية لان هي فعلا بتعتمد على اداءها يعني اداءها دايما يكون عالي دايما تكون عطورها قوية فواحة آآ بس آآ يعني نجيته للحق هي بنسبة سبعين او ستين في المية عشان برضو مش عايز اعمم لان في شركات فعلا طب بس بالنسبة كبيرة جدا مكوناتها بتبقى صناعية وكيميكال كده وتحس ان انتي بتشمي حاجة يعني حدة جدا من درجة انها فعلا بتصدع يعني انا العطر دا عشان بس اعمل لكم عن الروفيو آآ من من رشة واحدة انا فعلا صدعت آآ رغم ان وقتا ما اشتريته ما كانش دافي دماغي خالص وكنت شايفة حلو قوي وآصلا انا كنت جايبها هدايا لحد اساسا عزيزة علي جدا ويعني كنت فعلا شايلائي يعني انا ما حاولتش ان انا قرب منه غير لما آآ فتحته وآآ ويعني يعني اتصدمت بقى ساعتها ان هو قوي بالشكل ده وللاسف يعني مش هقدر طبعا قديني هدية للشخص اللي انا كنت جايبها هولو لانها آآ بطبيعة الحال طالما الحاجة ما عجبتنيش يعني اكيد مش هتعجب ازواق صحابي يعني فالعطر آآ حلو للي بيحب الزوء القوي اللي هو زوء الحاجات الفواحة اللي بيقدر يستحمل للريحة الصناعية العربية دي وعايز اقول برضو وانبه ان العطر فعلا لما بيهدى ريحته بتبقى جميلة لكن البداية بتاعته بتبقى قوية جدا وفعلا بتأزي يعني يعني على اقل تشميه بعد فترة وحتت بقى حساس الصابون او الشامبو دي يعني مزعجة بالنسبالي اوي يعني ما بيحبش حس ان انا حتى برفيم صابوني اوي كده فالعطر آآ يعني لو انا هتديله حاجة يعني هقيمه كده مسلا ممكن اقول ان هو ياخد آآ ستة على عشرة لان الباكيج قايم جدا يعني فكرة الحزام اللي عليه ده ده حزام جلد وشكله قايم جدا والازازة شكلها هرمي كده بتحفة وورحتها شبيهة بشكل كبير جدا بليدي مليون كمان هو آآ الاداء بتاعه قوي جدا فهو بصراحة يعني يعتبر مثالي في التقليد ولكن كزوق لأ مش عجبني لو بقى هقرنوا بآآ ديفاين ايدل او بوسيز هقولك ان ديفاين ايدل اكتر واحدة فيهم بعدين بوسيز بعدين ده يعني السويتي اللي فيه او العسل اللي فيه مش جازع لدرجة ان هو يجزع نفسك لو شمتي لأ ومش سويتي للدرجة دي السويتي فيه او الشجر فيه او احساس السكرية اللي فيه قليل مش قوي قوي كده معتدل مع كل السترسية والزهرية اللي موجودة فيه العطر ده فيه عمبر واضح تحسي كده ان هو عبارة عن كوكتيل كده آآ كزا حاجة وكلهم حاجات قوية بس يعني للأسف الحاجات اللي فيه صناعية حبة ده برضو ما يقللش منه لان اساسا الحاجة يعني العطر لو ما فيهوش حاجة صناعية ما بيبقاش قوي ودي حاجة لازم تبقي فهماها ان دايما العطر لو انت عايزة منه اداء قوي كل ما العطر آآ بيبقى آآ طبيعي ومكونات وطبيعية كل ما بيبقى اداء وضعيف خليكي فهم ده آآ الحاجات اللي بتبقى طبيعية ما بتعيش اكتر انا هنا بكلم الناس بتاعة التعسيق لو انت عايزة تجيبي حاجة تعتقيها ما تفكريش تجيبي حاجة مكوناتها طبيعية اوي وتعتقيها لان في الغالب هتفسد بسهولة الحاجات الصناعية او الكيميكال هي اللي بتعيش اكتر طالما لفت نظركوا بقى لحتة التعتيق فانا عايزة اتكلم عن نقطة بتسئل فيها كتير بتعتق ازاي بصوا يا بنات فكرة التعتيق دي اصلا فكرة قديمة جدا فكرة تحس ان المصريين هم اللي اخترعوها فانا هقولك على حاجة بسيطة جدا بالعقل كده اي حاجة بتتشال بتتخمر لو جبتي اللبن ومثلا حطتيه فطر في التلاجة بتحس ان هو قوامه بيتقل كل حاجة عمتا اي حاجة اي حتى العصير الجوافة لما بتعصري الجوافة بتسبيها بتلاجة شوية او بتسبيها وقت من الزمن قوامها بتتقل اي حاجة في الدنيا بتتخمر فالعطر نفس الفكرة العطر بيتخمر وبيتخمر ازاي ان هو لازم عشان يتقل معاكي وعشان يتعتق جزء من الكحول اللي فيه بيطير عشان كده انت بتحس ان البرفيوم قوامه او حجمه او كميته بتقل ولونه بيتغير ولونه دايما بيتغير بالزات لما يكون داخل في فانيليا بتحس اللونه بيغمق بسرعة او بيصفر بسرعة فالعطر لما بيبتدي ان هو يعني يحصل له عملية التخمير او التعتيق ديت انت بتشمي ريحة الزيت اكتر من الاول ليه؟ عشان مثلا انا كنت الاول شرية العطر فيه نسبة عشرة في المية عطر وزيت عطري والباقي مثلا بقيت الازازة كلها تسعين في ملي مثلا من الازازة عبارة عن كحول ابتدت لما شلته شوية ابتدأ الزيت ما تقل ما كتيرش لا هو الكحول اللي قال فنسبة الزيت بقت اكتر على نسبة الكحول فانا ابتدت ان انا اشم الزيت اكتر لما برش نسبة الزيت البخة دي مسلا لو بيطلع معاها ملي واحد من الزيت وعشرة ملي من او تسعين ملي تسعة وتسعين ملي من آآ البخة دي بيطلع كحول فمسلا بيبتدي يطلع معايا اتنين ملي زيت والباقي كحول فانا بحس ان ريحته اتقل يا ربي يكون الحاجات اللي انا قلتها دي اتفهمت لان فيه ناس بتبقى فاكرة ان التعتيق ده هات ايه يعني بصوا علم بقى وانا هروح اجيب بقى عطور رخيصة جدا ورديقة جدا وكوبي وعتقها وهتبقى احلى من الاوريجنال مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده الاوريجنال يا جماعة انتو بتدوروا على ايه انا يعني انا مش عارفة انتو زي بالقرن وده بدأ البديل انا اول واحدة عملت فكرة البدائل دي تقريبا يعني انا انا يعني بدور طول الوقت على بدائل لكن فكرة ان انا ابقى عارفة ان البديل ده هيغنيني عن الاوريجنال هو هيديني نفس الفايب بس لا يمكن يدي نفس الجودة لا يمكن يديني نفس النعومة والاااااا وايه عايز اقولك يعني مقرد ما انت بتشمي حاجة طبيعية او حاجة جودتها علية ومش مؤزية دي حاجة ودي حاجة يعني ازاي ما تقارنوش فانت لما بتعتقي خليكي فهم ان انت بتطلبي اداء بس من العطر لكن انت هتخليه زيه زي الوريجينال لايمكن فخليكي فهم ده وعامة التعتيق برضو مش سحري يعني فيه حاجات قصلا بتبقى بتصرب ممكن انت لما تخزنيها تصرب فانت تفتكلي انه تعتق عشان مثلا كمية تقلت واللي يقولك بقى حطيه في كياس سودة وتلت كياس سودة اشميعنا تلت كياس سودة انا والله العظيم باستغرب يعني بس مع حوارات عن التعتيق دي يعني تحس كده هو العطر عارف ان انت حطيه في كياس سودة ولا لف يعني وشو معنى لفيه فيه فصوف وشبا فيه ناس دولك لفيه فصوف ولفيه الدفيه با دفيه باستشوار طب يعني هو الحرارة مش غالط عليه مش احنا كنا بنقول الحرارة غالط عليه ما يفعش تعرض للحرارة طب ازاي انت بتعرضي الحرارة وبعدين ترجعي تبرز يعني معلش هي الشركة اللي انت عجيته مش فهمة انها ممكن تعمل الحوارات دي وطلعه لك ثابت ثبات التنين يعني مش عارفة في حاجات كده خرافات كتير قوي يعني عالم العطور ده كبير جدا وكل ما بتخش فيه كل ما بتحس ان انت رجلك بتجاب كده لكن ملخصا يعني او او انا هجيب لكم من المفيد انا لما بجيب عطر بعمل فيه اه كلقاتي انا بفتح كزا ازايزا عادي وبستخدمهم مع بعض ودايما هم كلهم قدامي انا بس في الصيف بحاول ان انا بحطهم في الدلاب او بحطهم في ادراج بحيث ان انا اه ابعدهم عن الهوى الحرارة يعني ان الشقة عندي بتبقى سخنة جدا بحاول ان مسلا لو حطهم على رفوف او حطهم على مكتبة اه او كده تبقى اه يعني ضهر الحيطة بتاعتهم مش مش وصلها لها شمس او مسلا مش هي المعرضة للشمس عشان اه ما تنقلهمش سخنية لان اكيد الحرارة بتأثر على اه جزيئات العطر وبتفككها من بعض بتتأثر اكيد اكيد بتتأثر ممكن ريحة الكحول اللي نفسها تتغير او ريحة الزيت العطري تحصلها حاجة زي التخزيز عارفين ان لما تشمي ريحة حاجة ويتحس انها مخززة ممكن ده واتيحصل له من الحرف عشان انا احافظ عليه ان هو يعيش اطول وقت ممكن فانا بصراحة بحفظه بعيد عن الحرارة اه فكرة بقى ان انا حطه في تلاجة فيه ناس فعلا انا عارف ان الناس بتجيب يعني فيه ناس مثلا لو عندها تلاجة قديمة بتحط فيها بتبهيها تلاجة العطور وبتشيد ان دوت بيخلي العطر ثابت اكتر وده علميا مع فكرة ان هو الحرارة بتأثر عليه اه يعني انا شايفاها لوجيك اوي ماشي مفيش مشكلة بس اه يعني مش لدرجة ان انا رح اجيب تلاجة مخصوص اشتري لها تلاجة يعني بس انت ممكن اه كل الحجان انت تحفظيه في الحر او في الايام الجو حر فيها المكان مفيش تكييف مثلا اه تقدر ان انت تحطيه في دولاب او تحفظيه في اي حاجة بعيدة عن الحرارة اما فكرة الضوء يعني انا بتهيق لي الضوء بيتأثر اه بلا عطر لما بيبقى اه يعني الضوء زي ضوء شمس اه ضوء مثلا لمبة متسلطة عليه اللمبة بتسخن جنبه فبتدي له برضو حرارة غير كده بتهيق لي عادي وده عن تجربة شخصية انا العطور عندي بتفضل عرف وبتتقل برضو على فكرة يعني طول ما هي مركونة بتتقل بس مش بخمر بقى وعد احط جوه اه اه يعني كياس ووشيل في الدولاب من هنا لان انا جربت الحاجات دي وحاستها فشلة جدا صراحة وما كانتش بتجيب نتيجة معاية بس لو انت جابت معك نتيجة يعني زال فل ما فيش مشكلة ما تحاوليش ان انت تسمعها كلامي كل واحد ببالي خبرة وكل واحد لي اه تجربة في الحياة وكل واحد حر يعني في الاخر هو اللي بيشيل نتيجة الحاجة اللي بيعملها وبس كده بنات هو ده كان الفيديو يا رب يكون اعجبكو يا رب ما كنش طولت عليكو وان شاء الله شوفكم تاني فيديو جديد فيديو رحته احلى مع السلامة